اشتركوا في القناة اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والنسيان وشرود الأذهان اللهم اطل كل حسد اللهم اطل كل عين وحسد أصابتنا في علمنا اللهم اطل كل سحر وعين وحسد أصابنا في علمنا أصابنا في فهمنا أصابنا في إدراكنا وحفظنا وقوة حفظنا اللهم اطل كل سحر وعين وحسد أصابنا في عقولنا أصابنا في عقولنا وذاكرتنا اللهم اطل ما أصابنا في إدراكنا وحفظنا وسرعة حفظنا وتذكرنا اللهم اطلع كل حسد وعين وسحر أصابنا في سرعة فهمنا وقوة عقولنا وفقهنا في ديننا وتفوقنا على أقراننا وعلى كثير من غيرنا اللهم اطلع ما أصابنا في تفوقنا وعلاماتنا ودرجاتنا وشهاداتنا الله منطل كل حسد وسحر وعلم أصابنا في كثرة قراءتنا ومطالعتنا وكثرة مذاكرتنا واجتهادنا الله منطل ما أصابنا في سرعة فهمنا وسرعة حفظنا وسرعة جوابنا الله منطل عيون الدراسة الله منطل عيون وحسد الدراسة الله منطل ما أصابنا في دراستنا من الصغر يا رب العالمين اللهم اخرش كل عين وحسد من قالب أصابك اللهم اخرش كل عين وحسد من معلم أصابك اللهم اخرش كل عين أو حسد من قريب أو جار أو صديق من قريب أو جار أو صديق من قريب أو جار أو صديق اللهم نور عقولنا اللهم نور عقولنا وبصائرنا اللهم جد في أفهامنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم يا معلم داود علمنا اللهم وسع مذاركنا اللهم اجعل في عقولنا نورا اللهم اجعل في عقولنا نورا اللهم زدنا علما وحكما وحلما اللهم زدنا علما وحكما وحلما ليس بعده كفرا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعقلا راجحا وعقلا راجحا وعقلا راجحا ورأيا صائبا ورأيا صائبا اللهم يسل لنا حفظ كتابك اللهم خرش كل حسد وعين أصابتنا في حفظنا وأصابتنا في حفظنا وتجويدنا وتاتيشنا وترتيلنا وترتيلنا وتأخذنا وأصواتنا 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 اللهم اطلع ما أصابنا في قوة حفظنا في قوة حفظنا في قوة حفظنا وثبات حفظنا اللهم اخرج كل عين وحسد أصابتنا في فصاحتنا أصابتنا في فصاحتنا أصابتنا في فصاحتنا وكلامنا وكلامنا وبياننا وبياننا وألسنتنا وألسنتنا ونطقنا اللهم اقل ما أصابنا في نطقنا ولهجتنا اللهم اقل ما أصابنا في نبرات أصواتنا اللهم اقل ما أصابنا في ألفاظنا اللهم اقل ما أصابنا في ألفاظنا وخطبنا وخطبنا وإلقائنا ودروسنا اللهم اقل ما أصابنا في طريقة إلقائنا وأسلوبنا 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 اللهم اقل ما أصابه في تعليمه الله مطل ما أصابه في تعليمه وتعلمه الله مطل ما أصابه في تفوقه على أقرانه الله مطل ما أصابه في ذكائه وقوة عقله الله مطل ما أصابه في قوة ذكائه الله مطل ما أصابه في حسن إدارته الله مطل ما أصابه في حسن إدارته ومنصبه ومكانته اللهم اقل ما أصابه في رجاحة عقله في رجاحة عقله في رجاحة عقله وإتقانه لمسؤولياته وإتقانه لمسؤولياته ودقة تفصيله وشرحه وبيانه اللهم اخرف كل ما أصابه في شرحه في طريقة شرحه وإفهامه لقلابه وإفهامه لقلابه اللهم اقل ما أصابه في حكمه في حكمه وقضائه الله مطلع ما أصابه في حكمه وحكمته لقضائه الله مطلع ما أصابه في تأويله وتفسيره الله مطلع ما أصابه في تأثيره بكلامه الله مطلع ما أصابه في شخصيته وقوة شخصيته الله مطلع ما أصابه من عين أو حسد أو سحر بتفكيره الله مطلع ما أصابه في تفكيره الله مطلع ما أصابه في استنباقه اللهم اطلع ما اصابه في خطه وجمال خطه وجمال خطه وكتابته اللهم اطلع ما اصابه في سرعة كتابته في سرعة كتابته وتلخيصه وعباراته 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 اللهم اطلع كل عين وحسد اصابته في اتكاراته وسبقه غيره بتفكيره اللهم اخرج كل عين وحسد تؤثر عليه عند القراءة تؤثر عليه عند القراءة اللهم اطلل كل عين وسحر وحسد يؤثر عليه عند القراءة عند القراءة والحفظ اللهم اطلل كل عين وحسد تؤثر عليه عند الكلام والإجابة عند الكلام والإجابة والامتحان اللهم اطلل ما يصيبه عند الامتحان الله مطل كل عين وحسد تؤثر عند الانتحان الله مطل كل عين متجددة الله مطل كل عين متكررة الله مطل كل عين متعجبة الله مطل كل عين لامة على عقله استقرت على عقله استقرت على عقله استقرت الله مطل ما اصابه الله مطل ما اصابه في عقله اللهم بطل سحر العقول اللهم بطل سحر قلب العقول اللهم بطل سحر قلب العقول اللهم بطل سحر الجنون اللهم بطل سحر الجان والكفار على العقول اللهم بطل سحر الجان اللهم اطل سحر الجان على العقول اللهم اطل سحر تدمير العقول اللهم اطل سحر تدمير العقول اللهم اطل سحر الحسد اللهم اطل أسحار الحسد اللهم اطل كل عقدة على العقول اللهم اطل كل عقدة على العقول اللهم اطل كل سحر ينسي 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 اللهم انزل الشفاء وارفع كل الداء اللهم آتنا الحكمة وأنطقنا بالحكمة اللهم ذكرنا ما نسينا وعلنا ما جهلنا اللهم زدنا علما وحكما وحلما ليس بعده كفرا اللهم أمتعنا بعقولنا اللهم أمتعنا بعقولنا ما بقينا وحينا اللهم بارك لنا في عقولنا اللهم بارك لنا في عقولنا اللهم بارك لنا في عقولنا وذاكرتنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم نور صدورنا اللهم اجعل القرآن العظيم جلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم قو عقولنا اللهم قو عقولنا اللهم قو ذاترتنا ربنا الله الذي في السماء ربنا الله الذي في السماء تقد اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل وجع فنبرأ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي منك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة يبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعونها شهيقا وهي تفور تكان تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذين قالوا بلى قد جاءنا نذين فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذنبهم فسحطا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم للغير لهم مغفرة وأجر كبير وأسنوا قونكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكنوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تموم أمنتم من في السماء أن ينسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذين ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكين أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبر ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء مصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غروب أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه من لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة أنسيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمهن من هو في ظلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفاها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما النؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواه من نار ونحاس فنا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آهان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناه تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعن الرأس شيبا ولم أكن لدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكونني غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث نيال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرغا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ورد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكونني غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سنيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكني واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم همت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتغون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سبيا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آنهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهن أرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزنكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم نسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله للصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخدف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سناما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذانك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصقبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشيأطين ثم لنحضرنهم حون جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عديا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صنيا وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وليا قل من كان في الظلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مادا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتنا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونونهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسل الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آت من يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدا فإنما يسرناه بنسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما يدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة